مشاهدين الكرام ننتقل مباشرة إلى السراء للاستماع إلى كلمة سفير الأمريكية مستقر وحر ومستقل فالولايات المتحدة والأسرة الدولية تعي أن لبنان يعاني من تداعيات الأزمة السورية وأن الأفضل طريقة للدفاع ولحماية لبنان من هذه الأزمة هي تعزيز السيادة اللبنانية واحترام العملية الديمقراطية في لبنان وأن يكون القادة مسؤولين أمام الناخبين اللبنانيين وأن يحموا مصالح اللبنانيين جميعا ومن أجل تحقيق ذلك ومن أجل عزل لبنان عن تداعيات الأزمة السورية أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف اللبنانية أن تحافظ على سياسة النائب النفس وأن تلتزم بإعلان بعبدة نحن نشجع القادة اللبنانيين على تشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت ممكن والعمل على قانون انتخابي جديد قد يشجع العملية الديمقراطية في لبنان ويضعها على السكة الصحيحة كما أننا ندعو جميع الأطراف اللبنانيين على احترام المؤسسات أن تورط حزب الله الأحادي في الأزمة السورية يعرض لبنان إلى الخطر ويقلل من استقرار الدولة اللبنانية كما سبق وذكرت خلال اجتماعي مع الوزير منصور أن الولايات المتحدة تحيي القرار الأوروبي الأخير بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب وهذا يشدد على أن حزب الله لا يمكنه أن يتصرف من دون عقاب وأن هناك نتائج للأعمال العنيفة التي يقوم بها شكرا جزيلا لكم إذن مشاهدين الكرام استمعنا إلى كلمة السفيرة الأمريكية مارا كانلي مباشرة من السراي الحكومي التي شددت على أهمية مسؤولية السياسيين تجاه اللبنانيين كما أيضا تحدثت عن أهمية إعلان بعبدة المزيد نتابعه في نشرة بيروت اليوم